السلام عليكم يا شريح هذا يا أمير المؤمنين خير من يحكم بيننا أمير المؤمنين كان عمر بن الخطاب يقف غاضباً وقال لشريح اسمع أيها الرجل إني لا أعرفك ولكن بائع الخيول هذا أصر أن تحكم بيني وبينه فهالم إلى بيتي لا والله لا أحكم في بيت أحد المتخاصمين حتى لو كان أمير المؤمنين نظر عمر إلى شريح وأعجبه ثباته ومنطقه اشترى مني أمير المؤمنين فرساً ثم جاءني بها بعد دقائق وهي تعرج ويريد ما له الذي دفع قال عمر بغضب نعم لقد خدعتني وأعطيتني فرساً مريضة عندما اشتريتها منه هل كانت تعرج؟ قال عمر لا إذن خذ ما ابتعته منه وانصرف أو رد عليه بيعته قال عمر مستنكراً ماذا تعني؟ أعني أنه لا حق لك عنده فإما أن تنصرف بالفرس الآن أو تردها عليه سليمة كما أخذتها منه سكت عمر وتأمل منطق وشجاعة شريح فقال والله نعم القاضي أنت من أين جئت بهذه الحكمة؟ من دراساتي لأحكام العدل في القرآن والسنة لسبع عشرة سنة سأله عمر هل كنت تعد نفسك لتكون قاضياً؟ أبداً ولكن العدل صار قضيتي منذ طفولتي ظلمت كثيراً وبقيت أحلم بالعدل ينصفني اللهم استرنا والطف بنا اللهم استرنا والطف بنا زوجاتي العزيزة شريح ماذا فعل بك أمير المؤمنين؟ أمر بتعييني قاضياً للكوفة المدينة الجديدة؟ نعم قال إنه يخطط لأن تكون العاصمة الجديدة للدولة الإسلامية وهل سنسافر إلى الكوفة؟ بإذن الله بعد أن وافق عمر على شروطي وماذا اشترطت على أمير المؤمنين؟ أن يكون هناك دار مستقلة للقضاء بدلاً من أن يقضي كل قاض من بيته ستكون أول دار مستقلة للقضاء في التاريخ نعم ولكن ما الذي جعلك تفكر في ذلك؟ قرأت سيرة نبينا داود في القرآن عندما دخل عليه الخصمان فتسلق صور منزله ففزع منهما فلم يستطع أن يحكم بالعدل لأنه فوجئ بهما ولو كان متهيئاً للقضاء في دار قضاء مستقلة ما وقع في هذا الخطأ؟ فكرة جيدة وماذا سيكون شعارك في دار القضاء الجديدة؟ سأكتب لافتة كبيرة وأضعها خلفي إن الظالم وإن حكمت له ينتظر العقاب وإن المظلوم وإن حكمت عليه ينتظر الإنصاف مات عمر وظل شريح قاضي قضاة الكوفة في عهد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب الذي نقل عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة ودخل عليه ذات يوم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين متخاصماً مع يهودي اتهمه علي بأنه سرق درعه هل سرقت درع أمير المؤمنين أيها اليهودي؟ لا والله إنها درعي أنا قال علي بل درعي أنا هاتي شاهدين على ذلك يا أمير المؤمنين قال علي عندي شاهدان ابني الحسن وخادمي آخذ بشهادة الخادم ولا آخذ بشهادة الحسن غضب علي وقال لشريح في استنكار ماذا؟ إنه الحسن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هذا في الآخرة ولكني أحكم الآن بينكما في الدنيا ولا أعتد أبداً بشهادة الأبناء قال علي ولكني ما عندي شاهد ثالث إذن فالدرع لليهودي قال علي ألا تصدقني أيها القاضي؟ أشعر أنك صادق وأعلم أنك ما كذبت أبداً ولكني أحكم بشهادة اثنين لا واحد فقط شيء غريب قاضي المسلمين يقضي ضد خليفة المسلمين لصالح واحد من عامة اليهود هكذا علمنا الإسلام قال الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل خذ درعك يا خليفة المسلمين والله إنها لدرعه وأنا الذي سرقتها منه والله إن هذا الدين لأحق أن يتبع أشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة